السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي تلميذ الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على الصفحة رقم 56 كتاب فضاء النشاط العلمي لمستوى الرابع ابتدائي إذن درس أركب دارة كهربائية بسيطة جوغياليز أن سيخ كوي إلكتريك سامبل ألاحظ وأتسأل إذن ألاحظ وأتسأل من المعروف لدى سامير أن مصابح البيت تنير وتنطفئ بلمس الأزرار لكنه لا يعرف السبب إذن عند لمس الأزرار في البيت فإن المصابح تنير وعند لمسها مرة أخرى فهي تنطفئ إذن المرة الأولى أو عند لمس الأزرار المرة الأولى فإنها تنير المصابح إذن ماذا نفعل؟ فإننا بلمس الزر فإننا نقوم بغلق الدارة الكهربائية إذن الدارة الكهربائية تكون مغلقة فينير المصباح وعندما نلمس الأزرار المرة الثانية تنطفئ للمصباح إذن بلمسة الزر الثانية نقوم بفتح الدارة الكهربائية إذن عندما تكون الدارة الكهربائية مغلقة المصباح ينير وعندما تكون الدارة الكهربائية مفتوحة فإن المصابح تنطفئ إذن كنلاحظوا هنا أيضا في الصورة عندنا سامير وضع أمامه بعض العناصر ويتساءل إذن هذه العناصر ماذا تكون؟ إذن هذه هي عناصر الدارة الكهربائية البسيطة إذن كنلاحظوا هنا عندنا عمود أسلاك التوصيل ومصباح إذن تسألوا غدا نوضعها نوضعها لهذه العناصر هذه غدا نتسألوا ما هي عناصر الدارة الكهربائية البسيطة وعناصر الكهربائية البسيطة هي العمود الأسلاك والمصبح إذن أفكر ثم أنجز أنجز ثم أجرب إذن لدينا واحد المناولة هنا واحد تجربها تقوم بها إذن أحضر مشابك معدنية هذه المشابك المعدنية هي هذه مصباحا وعمودا مسطحا العمود هي هذه البطاريات وسلكين كهربائيين ولوحة خشبية هو السلك الأحمر والسلك الأزرق وسلسقها كامل على لوحة خشبية ودبابيس ثم أنجز الدبابيس هي هذه ثم أنجز التركيب كما هو مبين في الوثائق إثنان ثلاثة وأربعة إذن هيا الوثيقة إثنان تركيب دارة كهربائية بسيطة هناك يوريونا طريقة تثبيت الأسلاك على المشابك كنجيبو ديك المشابك وكنفتحوها بحلقة وكنتبتوها على الأسلاك وبالتالي يثبتو المسبح وبالتالي كنجيبو المسبح وكنتبتوه على ديك الأسلاك إذن أصل الطرفين ألف وباء ببعضهما ثم أفصلهما فين هما الطرفين ألف وباء؟ هو هذا هذا الطرف ألف وباء شنو غادي؟ غادي نلسقوهم غادي نوصلوهم بعضياتهم غادي نلاحظو شنو الملاحظة اللي غا نلاحظو من بعد غا نوصلوهم شوفو شنو غادي يوقع إذن لجبنا هالطرفين ألف وباء ووصلناهم نلسقناهم مع بعضياتهم هالطرفي السلك هذا شنو غادي يوقع؟ المسبح سيشتعل سيشتعل أو سيتوهج المسبح لماذا؟ لأننا غادي نغلقوا هاد الدارة الكهربائية إذن هاد دارة كهربائية ولكن عندنا الدارة الكهربائية مفتوحة لكشعلش هنا المسبح لم يشتعل ولكن عند غلقي الدارة أو عند وصلي الطرفين ماذا سيقع؟ سيتوهج المسبح إذن هاتش اللي غادي نلاحظه إذن عند وصلي الطرفين ألف وباء ببعضهما شنو كيوقع؟ يتوهج المسبح وعند فصلهما ينطفئ المسبح إذن عند وصلي الطرفين ألف وباء يتوهج المسبح إذن في هذه الحالة كتكون دارة الكهربائية مغلقة كنغلقوا دارة الكهربائية وعند فصلهما ينطفئ المسبح ينطفئ المصباح عندما تكون الضارة الكهربائية مفتوحة إذن أتم بما يناسب مغلقة مفتوحة يتوهج لا يتوهج عندما أصل الطرفين ألف وباء ببعضهما فإن المصباح نكو قاله يشتعل إذن يتوهج ينير أو يتوهج ينير المصباح أو يتوهج لإمادة لأن الضارة الكهربائية قلنا تكون مغلقة لأن الضارة الكهربائية مغلقة وعندما أفصل الطرفين عن بعضهما فإن المصباح لا يتوهج أي ينطفئ لا لا يتوهج لأن الدارة الكهربائية معلها مفتوحة ما كيكوش دايز الطيارة الكهربائي مفتوحة إذن أبين كيف يمكنني أن أتحكم في فتح أو إغلاق الدارة الكهربائية دون المساس بالأسلال إذن كيفاش نقدر نتحكم في إغلاق وفتح الدارة الكهربائية بلا ما مقدر نمشي لهذا الأسلال كاكا ونسدهم نمسهم ولا سدهم بيدي ولا نحلهم بيدي إذن شنو خصني هنا يكون؟ خص يكون واحد القاطع يعني قاطع الطيار الكهربائي إذن يجب توفر قاطع الطيار يجب توفر قاطع الطيار استنتج باستعمال قاطع الطيار فتح إغلاق الدارة الكهربائية إذن شنو استنتج لغا نستنتجهم خلال الكلمات هذه إذن هاتي نقوله يمكن قاطع الطيار من فتح إغلاق الدارة الكهربائية يمكن قاطع الطيار من فتح إغلاق الدارة الكهربائية إذن يمكن قاطع الطيار من فتح إغلاق الدارة الكهربائية استخلص استعين بالمفردة التالية وأستخلص الدارة الكهربائية البسيطة عمود أسلاك توصيل مصباح إذن تتكون الدارة الكهربائية البسيطة من عمود وأسلاك توصيل ومصباح إذن تتكون الدارة الكهربائية البسيطة من عمود أسلاك توصيل ومصباح ما هي عناصر الدارة الكهربائية؟ شنو هي عناصر الدارة الكهربائية؟ قلنا هي عمود أسلاك توصيل مصباح أسلاك توصيل يوجد ريش او الإنجان العام بإنجان او اهبارة بعدها – محارسة إذن تريد أن نستخدم سيطرة شفر 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 د'accord Pour constituer un circuit électrique simple il faut une pile une lampe et fil conducteur donc il dit M donc voilà ce qui nous dit aujourd'hui on le fait un circuit électrique simple يعني عناصر ديال دارك هربائية بسيطة دونك على بروشي إن شاء الله